والله والله ظلمتوني منذ ثلاثة أسابيع وخريجو كليات هندسة النفط يواصلون اعتصامهم أمام مقر وزارة النفط في بغداد احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم رغم مرور عدة سنوات على تخرجهم الخريجون المعتصمون طالب وزير النفط ثامر الغضبان بتنفيذ وعده الذي قطعه لهم بتعينهم بعد أن ملأوا استمارات أعطيت لهم من قبل الوزارة نحن نطالب مطالبنا وطالبنا بها قبل ما استجابت الوزارة؟ استجابتهم كانت عبارة عن حلول ترقيعية استمارة وزعوها ونحن لا نعرف عدد الجرجات الوظيفية لا نعرفها مجرد استمارة ومقابلة وها هي نحن نايمين بالشارع عانية تحدى أي واحد منهم أي مسؤول يقبل أخته أو بنته تبات على الرصيف لدينا بنات هنا قاعدات على الرصيف والوزير قدام عيني البار حيروح الكركو كدفقد الأحوال وإحنا قدام عيني ما يشوفنا وسبق أن أصدرت وزارة النفط بياناً بشأن تعينات خريجي كليات هندسة النفط التي قالت فيه إنها ملتزمة بما وعدت به بتوفير فرص عمل لهم وإيجاد بدائل أخرى للعمل في الشركات الوطنية أو الأجنبية إلا أنه كان حبراً على ورق قال أنه أكو أعداد وظيفية تستوعب عددكم كلكم الطونة استمارة بذاك الاعتصام قال أنه أكو درجات وظيفية تغطي العدد الكلي يعني الموجودين ألف وثمانمائة مهندسة ومهندسة بس يعني انصدمنا لحد الآن ماكو يعني أي درجة وظيفية ولا أعلنوا عن أي درجة بس الوزارة دائماً ضليعة بإيجاد الأعذار دائماً ما تجدنا أعذار أعذار واهية وتقنعنا بها بس هالمرة وقفتنا غير شكل هالمرة ظهورنا واستمرار الاعتصام الحد ما يتعين الكل إحنا مضطرين إلا نتعين بالنفط لهذا إحنا ما أقين باقين هنا إلا تشوفونا حل شغلتنا المهندس العراقي لا يكلف الدولة الأموال التي يكلفها العامل الأجنبي هذه أبرز العبارات التي كتبت على اللافتات التي رفعها هؤلاء المعتصمون وأخرى أكدت أنهم ماضون باعتصامهم المدني المفتوح حتى تنفيذ مطالبهم مرددين هتافات تطالب الوزارة بتحقيق العدالة في تعينهم وإبعاد هذا الملف عن المحسوبيات الحزبية لكن الوزارة أصمت آذانها عن سماع أصوات هؤلاء المعتصمين ترجمة نانسي قنقر